محل خير او مسائل خير يا برج الثور. طيب برج الثور. نبدأ على طول في القراءة العامة. نشوف تقطك وطاقة الشريك. اه انت تقطك حاليا يا برج الثور. ازا سام. اه في بداية جديدة. او ممكن نقول مش بداية جديدة يعني بالمعنى الاضق. شعور جديد. اه تشفيت من شيء معين او اه كان فيه شعور مثلا مدايقك اه ما خليك متأزم مش عالف تنام. فبدأ ان انت الشعور ده يزول بتدريك الى ان اصبح الحال ده. وممكن يكون برضو بداية جديدة وانت فرحان بالبداية. طيب نشوف تقط الشريك. اه الشريك اه عنده اه ممكن نقول يعني الكرت يحمل معنى. يا علاقة سلسية وكان محتر ما بينك ومن حد تاني. يا هو حاليا بيوازن ما بين عقله وقلبه. ومحتر يعمل ايه? اوكي? يعني ممكن تكون كان فيه انفصال او حاجة. ده اللي هنعرفه من الورق ولكن اه طاقته حاليا هو محتر. ممكن يكون اه بين شخصين او ما بين عقله وقلبه عادي جدا يعني مش لازم طاقة سلسية اوكي? وانت حاليا مبسوط لو هو ارجع لك او كلمك او حتى لمحلك فانت موصوب بالبداية دي. طيب. بنسطر شوف طاقة الشريك. ممم. طاق طاق طاق. دايما برج الطور من الابراج اللي تبقى عايزة لحاجة وبعدين يقولك لأ انا مش هاخدها بسهولة كده لأ. لازم اغلب اللي بداني. بس هو حينا بيبع عنده حق يعني. خلينا خلينا واضحيني يعني اوكي? هنا ده مع بعضهم البعض. هنا شايفك ازاي في الوقت الحالي? والطاقة دي ده بالتحديد. جزء ايه الخطوة اللي عايز يعملها? يمكن ان الخطوة دي يعملها الشهرات ده وممكن الشهر اللي بعده. يعني ممكن تتحقق مع ناس الشهر ده وممكن الشهر اللي بعده مع ناس تانية. وده حصل بالفعل ليه انا شخصيا اوكي? بس مش مش في موضوع عاطفي. اوه انا شفت حاجة وامفروض تبقى في الاسبوع ده ما حصلش الاسبوع ده. حاصل اخر اسبوع في الشهر. في يعني مفيش يعني اصله ما جاش الشهر ده. عييج الشهر اللي بعده. بس هو بيبقى عنده الطاقة دي. طيب. نبدأ كده بمشاعر الشريك. اه الشريك فعلا اه عنده عدم توازن يعني معه باينة جدا يعني. عنده عدم توازن. واممكن يكون شاعر بعدم التوازن في العلاقة. او انه بعد اه لو هو انفصلته عن بعض او في مشاكل فهو شاعر بان المشاكل دي خلت ما بينكه اه زي ما يكون بعدته عن بعض بقى في اه حيرة. بقى عنده حيرة من امره شوية. وبس هو شاعر بايه بقى? شاعر بانه اه بحبة جدا. وعايز يرجع العلاقة دي الى توازنها مرة اخرى. عشان كده هو محتار. ومش عارف يوازن. ممكن تكون انت طالب منه اه مسلا زواج. يلا نتجوز دلوقتي. يلا اخطبني. يلا كزا. يلا ناخد خطوة جدية في العلاقة مسلا. فحصل خلاف او منكو. فشعر بان العلاقة فقدت بعض من توازنه. البعض فقط. ولكن هو اه ناوي ناوي يعني نية جدية ان هو يجي مرة تانية اه يكلمك وتتناقشه مع بعض يبقى فيه نقاش يعني. ولكن كما شاعر اه بحبك اوي. وانت الشخص المثالي بالنسبة له. وحاسس بانه مش عارف يبعد. يعني لو في خلاف ما بينكو وانت شاعر بانه بعد او ناوي يمشي فهم مش عارف يمشي. طيب. اه في سيناريو تالت. كده لما بصيت على الكرت ده في سيناريو تالت. ممكن تكون علاقة سلاسية على علاقات السلاسية. وكان محتر ما بينك وبين حد تاني. اوكي كده عشان نبقى ايه عشان نبقى واضحين. والشخص التاني ده يعني خلع منه بالشاكة ومشي. وكان محتر ما بينك وما بينه. ولكن الان تغير الوضع. وشعر بانك انت المصير. لان دي عجلة المصير اصلا. فهو شاعر بان انت المصير. انت اللي عليك اللي غين والحاجد. انت البرينس بتاع الليلة زي ما بيقوله. اه لو بنت تبقى عروسة ولو راجل يبقى عريس. فلو علاقة سلاسية فهذا الشخص ترك الشخص الاخر. وده يدل برضو عن انتهاء مرحلة من حياة هذا الشخص. في علاقة ممكن يكون خارج من علاقة سابقة. كمان. ممكن تكون العلاقة السابقة دي انت هتمنه. لانه طاقته كان محتر. ولو هي طاقته حتى الان فهو محتر مش عارف يجي كلمك ازاي. خايف. اوكي? وشعر بانه ما كانش في توازن ما بينكم بين بعض. عايز يرجع التوازن مرة اخرى الى هذه العلاقة. طيب انت مشاعرك ايه برج التور? انت بقى مدهي قوي. مدهي قوي. انت مدهي قوي 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 يعني. ومخنوق بتقوله ما جيش هنا تاني. او بسمحت جيش هنا تاني. لو انت لو هو في علاقة سلاسية يلا روح بقى للبنت اللي انت اخترتها وانت قلت هي دي امراتي ولا هي دي خطبتي وروح طلها. انا بقى ما صدقتي حياتي بقيت فلها وعرفت يعني التوازن لحياتي مرة تانية. اااا. مش بيعجبني في بعض الاحوال. لاحز معايا كده مشاعرك عاملة ازاي? انت بتدي ردات فعل سريعة غير محسوبة. يعني هو شخص مسلا على فكرة الكارت ده بيرمز الى الكلام اللطيف كمان. ممكن يكون ده خالق لك ازايك? رحت انت مردتش عليه. عايز ايه? نعم. يلا بره. انا بقولك ازايك بره. مش عايزك هنا تاني. بتخدش في حياتي هنا تاني. هو شخص سريع الردات الفعل وممكن تكون ردة الفعل دي بقى ايه? بقى وحشة جدا. ردة الفعل ممكن تكون مش كويسة. فانت عمال او عايز تصد عن حياتك تاني. ممكن زي ما قلت لك. انت قعدت التوازن مرة اخرى لحياتك. والشمس طلعت عليك. انت مريض بفترة صعبة قوي. من غير هذا الشخص. والشخص ده قرر فجأة هو دايما كده على فكرة جامعة. ودي حاجة للحصة. اول ما تكرر تنسى حد تلقيه بخ. مساء الخير. انا جيت تاني. مين برا الفوضى? خلصت. فتلاقي شخص ده نطلك تاني في حياتك. احيانا بيبقى هو توقم الروح. يعني احيانا بيبقى توقم الروح. فزي ما انت شايف انت انت عمال تصده. مش عارف بقى هل ده مشاعرك الحقيقية بقى ولا ايه? فنشوف كده. كلام ده حقيقي. والله انا شك فيك يا برج الطور. شك ان انت بتحبه وبتجذب علينا بقى كل الفوضى دي. انا شو بقول لك? انت خايف منه. انت بتحبه على فكرة. بتحبه قوي على فكرة. بس انت بقى ايه? عايز تقوله يعني انت عايز ترجع بس مش الرجوع اللي هو السهل. ممكن ياخد فترة طويلة. انت هتخليه يبقى يعني اللي هو ما تقربش هنا تاني. بس ايه ده ده صدق? ايا كده ده اللي هيحصل. شخص ده هيدخل حياتك تاني. تمام? وانت هتعملو الوش ده. ما تجيش هنا. من مصدقت بقيت كده. ما تجيش هنا تاني. انت بتحبه جدا. وشايف ان انت معاه يعني شاعر بالطمأنينة او كنت شاعر بكده. بس انت خايف. بص خايف ازاي? خايف. يعني مش عارف انا ما صدقت استقريت. يعني انت عملت قولي نفسك انا ما صدقت استقريت تاني. انا ما صدقت رجعت تاني الحياتي مرة تانية. يعني انت جاي بقى اتبوزهلي وخايف اخش فين وخش عشان كده اعملو وش اللي هو سريعة. ردت فعلي سريعة. انا مش عايزك. ما تجيش هنا تاني. او مسلا مش ما تجيش هنا تاني. انت عملت وانت سويت وانت رحت لوحدة تانية وانت بعتني وانت كزا. او انت بعت لوحدك او صدقت الكلام عليها واحش. ولخ. وده دفاع عن النفس برضو. يعني ممكن الشخص ده جاي يقولك انت لسبت مسلا. تقوله انا سبت انا ما عملت لكش حاجة انت ولخ. ولكن في داخلك في مشاعر. مشاعر حلوة. بس احيانا اه لما الواحد بيحصل له موقف من شخص معين بيتقفل منه. طعب هو شايفك ازاي بقى. بص هو عارف هو عمل ايه من الاخر. شدب عليك. عارف ان انت مجروح منه قوي. قوي. انا بقول احتمالت بقى علاقة ثلاثية. وان انت اكتشفت العلاقة الثلاثية وحياتك يعني اتدمرت بعد اكتشافك لهذه العلاقة. وشايفك ايه كمان? شايفك ان انت تدفق. انت اللي كان كان معاك بيمبسط. انت اللي كان معاك بيحس بالطمأنينة. بص الكارت ده. الكارتين دول ليهم معنا. بيحس معاك بان هو ده المصير. هو ده الشخص اللي انا عايزه. دي الزوجة او ده الزوج. اللي انا كنت فيه ده كنت هبل. او العلاقة اللي انا كنت فيها ديك كانت علاقة عبيضة. هو بيقول لنفسه كده. وشاعر بانه كسرك. يعني ايه وعا تفتكر بانه مش حاسس. لا حاسس. وعارف هو عمل ايه كويس قوي. مش 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 عبيض هو. لا لا لا. مش عبيض. هو عارف كويس قوي هو عمل ايه? ممكن يكون اه هزا الشخص برج ترابي. هوائي. لان لسه ما ظهرتش ابراج قدامي بالزبط يعني. اكل حاجة اخدها اقول لكم ابراجي. استرابية وهوائية. طيب. لان ده مش كارت برج اصلي. بس يعني او مش كارت برج اساسي. فيه كل الابراج الهوائية والمائية وكل. فالشخص ده حرفيا اه شايفك ان انت القلبك تواجع منه. واسبرت عليه كتير قوي. سبرت عليه كتير قوي. انت اللي تستحقه في الاخري. انا واشايف كده. انت اللي تستحقه في الاخري. وكان بيقض معك وقت لزوز جدا. وحد لزوز وحد عاطفي وحد جميل. حد كان موفر له الامان. الامان. ولكن ان كنت بتسأله على علاقة سلاسية فالعلاقة سلاسية انتهت. لو كان محترم بينك وبين حد تاني فورا حد. منها خلاص. وتعلم درس. دي كارما. دي علاقة كارما. خارج من علاقة كارما الشخص ده. طيب. انت شايفه ازاي بقى? طبعا انت شايفه شخص. اه الشخصية دي. بصوا بقى ركز معي. الشخصية دي او الشخصية اللي انتوا بتتعاملوا معها دي ممكن يكون لها اكثر من وجه. يعني اكثر شخص مستقر جدا جدا. وزاكي جدا. وبيعرف يفكر ويعرف يدبر ويعرف يستقر في العلاقة ويدي وياخد وكل حاجة وفجأة فجأة 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 ينقلب هذا الوجه وتلاقي شخص تاني. يتعلم حرامي. مش حرامي بالمعنى لا. حرامي يعني بيجري. انت شايفه? مش عقلاني. بزبط. هواي شوية. يعني ممكن يكون اي واحدة تبس بس له مسلا شوية كده يروح وراه. انت شايفه ان هو محتاج حكمة. محتاج ينضج. لان ده شخص على فكرة مش ناضج. ده شخص بيسترسب كده من من المكان ويمشي. هو زاكي على فكرة جدا. جدا. ولكن بقى هو بواجهين. مرة يبقى مستقر وناصح وعائل والعلاقة ماشية تمام. والمرة التانية تلاقيه شاف حاجة تانية لفتت انتباه وفيروح لها. ممكن تكون شايفه ان هو بزباص. يعني لو ولد مسلا بتاع بنات. اه لو بنت اه ممكن تبص كده وتكارن. تكارن تقول اللي معي احلى ولا التاني. انت شايفه ان هو ناقص نضج. ما عندوش نضج. ما عندوش حكمة. محتاج يبقى عنده حكمة في الامور. محتاج يتدبر الامور. لكن هو شايفك ان انت شخص جميل جدا. وهو دي الحقيقة اكيد. لان هو عايز يرجع. يبقى هو شايفك ان انت شخصك وعايز. لكن انت شايفه ان هو شخص آآ آآ شخصيته متقلبة. ما عندوش النضج الكافي لاقامة علاقة. مرة يبقى ما خلي العلاقة مستقيمة جدا. وما يبصش لحد ويبص العلاقة ويهتمي بيها. والمرة الاخرى ينقلب على الواجد الاخر. ويبقى حرام. ياخد يمشي من العلاقة بدون اي ثابق انذر ويمشي خلاص. خلص التعلاقة انتحت. ازاي يبني ومشي ازاي? ممكن يكون كمان بيسبش قصر. يعني مسلا ما يديكش خبر ان احنا مسلا بعدنا او بتاع. لأ. عشان كده هو كان شايف بالزبط. هو شايف ان العلاقة ما فيهاش توازن. بالزبط. وهو اللي هو السبب في ذلك. هو كمان هو كمان اللي شاعر ان هو ما كانش يمدي حق لهذه العلاقة. بالزبط كده. وعايز يرجع يدي حق لهذه العلاقة. شعر يعني بحقيقة الامر بانه مداش حق لهذه العلاقة. وفعلا هو مداش حق لهذه العلاقة يعني. مشي منها جري. جري. فهو شخصية فعلا محتاجة يمكن تكون محتاجة نقطة فعلا. لانه بصوا كمان هو اعتقد ممكن يكون هوائي. انه بيفكر كتير جدا. جدا. يعني التفكير اللي هو زيادة عن اللزوم. اخد دي ولا اخد دي. اروح لدي ولا اروح لدي. كامل في العلاقة دي ولا كامل في العلاقة دي. فكان محتار جدا. ممكن يكون خلاكوا تنتظروا كتير لغاية ما اتقفلتم. وقررتوا ان انتم تبدأوا بداية جديدة بقى. طيب. الخطوة اللي عايز ياخدها. هو شخص يعني هقول لكم بقى لبي شيف سردز. هو كل هنا عندي. انا ما اقول لكم شعر ان هو يعني طفولي شوية. الشخص ده لو يكلمكم مش هيكلمكم آآ بطريقة يعني لها دخلة على طول. هي مسلا يقول لك ازاي كعمل ايه وحشتيني بدأي نرجع. هو هيجي والاول هيعرف عنكم معلومات. يا مسلا اتخطبته ارتبطته. في شيء جديد دخل حياتكم شخص ده خوف جدا. بيخاف على فكرة. وعنده يعني جبني شوية. آآ ولكن هيجي آآ يجي عايز مسلا ايه مسلا هو رفع سيفه. اللي بقى خايف منكم. بصوا انتم خايف قوي من اللحظة دي. لحظة ما تدوله كلامه. ولكن في ذاته هو عايز ايه? عايز يرجع. عايز يعمل العلاقة دي الاربع وصوله. يعني هو هيجي يرجع هتشف يعني هتحسه كده في الاول ان هو ما جاي يستهبل. ممكن مسلا يكون بيقلش آآ يجي يجي التريق مسلا على صورة انتم حطنها. آآ يقلش عليكم في حاجة فاتقولي ايه الها بلده? اللي جاي يقلش عليا ده ولا يتري عليا? جاي يعمل ايه? يتصل بكي غلط. يقولك معلش والله ايه دي جات بالغلط على يهبل كده. بس هو عايز يد. ما بقولكو هو جابان شوية. بيخاف من المواجهات. بالزبطة كده. شخص ده بيخاف من المواجهة. خاف يواجه. فدايما يبقى رفع سيفه كده يقول له قدام وبص بقى لو جيت جملي انا ها. بس هو مبيعملش حاجة. يعني رفع سيفه كده مبيعملش حاجة. وممكن زي ما قلت لك يتصل بكي بالغلط يبقى عطلك مسجل فلا يومكي. أشوكي. كده يومكي. حلني.